وفق مجلس الشراء خلال جلسته برئاسة معالية السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على توصية لجنة شؤون المالية والاقتصادية بجواز النظر في الاقتراح بقانون بشأن إضافة تعريف إلى مرسوم بقانون بشأن السجل التجاري فيما وافق المجلس في ذات السياق على توصية لجنة شؤون المرأة والطفل بعدم الموافقة على تعديل مشروع قانون باستبدال المادة الستين من قانون الطفل وتلا سعادة المستشار أسامة العصفور الأمين العام لمجلس الشورى بيان المجلس لمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد ولمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي أكد من خلاله أن البحرين حققت الكثير من الإنجازات التي انصبت على تعزيز بناء دولة المؤسسات والقانون والحريات انطلاقا من مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وتحقيق العدالة في ظل المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بعدها انتقل المجلس لمناقشة ثلاث تقارير عدتهم لجنة الخدمات حيث تتناول المشروعات موضوع استحقاق الزوج لمعاش زوجته المتوفى حيث تم الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة عليها ثم ناقش المجلس تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل ان يحضر استغلال الاطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسيا او تشغيلهم في الدعاية الا بموافقة ولي الامر او من يقوم مقامه اللجنة انتهت الى رفض هذا المشروع بقانون وهما المشاريع طبعا الثلاثة لان شفنا ان الهدف المرجو من هذه المشاريع وهو تحقيق المساواة والعدالة في المعاش التقاعدي للزوجين في حال وفاة اي منهما غير متحققة ليش؟ لان القانون النافذ وضع اشتراطات وضوابط لاستحقاق الزوجة وايضا الابناء فالزوجة يسقط عنها هذا المعاش اذا تزوجت وكذلك الابن والابن الى ان يصل الى سن 22 في حين ان هذا المشروع يعني اعطى الزوج استحقاق مطلق لمدى الحياة يعني ما كان فيه اي ضوابط ولا شروط لاستحقاقه لهذا المعاش التقاعدي فهذا ليس من العدالة او الانصاف ترجمة نانسي قنقر هيا هيا يتم ترجمة نانسي قنقر لاستحقاق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اعطى